مجلسنا لأهم الأنباء أهلا بكم أفدت وكالة السوشيتي دي بريس بتعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة قبالة سواحل عوما ونقلت الوكالة عن مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط قوله إن الهجوم أصب ناقلة نفط ترفع العالم الليبيري وتشغلها شركة شحن مقرها سنغافورة فيما قالت شبكة بلومبرغ إن الناقلة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وأضاف المسؤول الدفاعي أن الهجوم وقع مساء ثلاثاء فيما أكد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي ليرويترز أنهم على علم بحادث تعرض له سفينة تجارية في خليج عمان ندد التحالف الوطني للأحزاب السياسية بالهجمات الحوثية الأخيرة داعيا مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ إجراءات رادعة وأقل التحالف في بيان إن في الوقت الذي انصبت جهود المجتمع الدولي على تمديد الهدنة وقبول السلطة الشرعية بها ذهبت من الشرحوثي إلى صد تلك الجهود وتعقيدها وحمل التحالف الوطني من الشرحوثي المسؤولية الكاملة عن تابعات الهجمات العدائية على عملية السلام وتعطيل الالتزامات والتفاهمات ذات الصلة قالت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين بسبب الألغام ومخلفات الحرب زاد بنسبة 20% خلال فترة الهدنة المنتهية مطلع الشهر الماضي ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشرون الإنسانية أن المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل خطرا جسيما على المدنيين في جميع أنحاء اليمن وأشار إلى مقتل 95 مدنيا وإصابة 248 خلال أشهر الهدنة الستة وفي ملف النازحين قال مكتب تنسيق الشرون الإنسانية في اليمن إن معدل النزوح خلال أشهر الهدنة المتهية انخفض بنسبة 76% فيما قلت أعداد الضحايا المدنيين جراء القتال وحذر من أن المخاوف من انعدام الأمن وفرص كسب الدخل تحول دون عودة نسبة كبيرة من النازحين إلى مناطقهم بدوره قال القائم بأعمال رئيس بعثة الدولية للهجرة إن المنظمة قلق للغاية إزاء شدة الأحتياجات في المجتمعات التي ما زالت متأثرة من الصرع نجى مسؤول عسكري من محاولة اغتيال برصاص مسلحين في مدينة قاطبة بمحافظة الضالع قدت مصدر عسكرية إن سيارة ركن عمليات اللواء الثاني مغاوير العقيد صالح الهيام تعرض لوابل من الرصاص على يد مسلحين وسط مدينة قاطبة تأتي هذه الحادثة بعد عملية مماثلة قبل شهر استهدفت ركن المالية في اللواء ذاته نهاية الموجز في عمانيلا